اشتركوا في القناة شخص معين او شخص محدد انت بتتمنيه كذلك الامر بالنسبة للشاب بمجرد ما نشوف ايضا اي رمز من دول يعرف ان ان شاء الله في زواج لي باذن ربنا عز وجل من فتاة معينة او آآ من شخص معين باذن ربنا عز وجل بس ابل ما اخش على تفاصيل الفيديو المهم ده اتمنى ادوسوا لايك آآ علشان الفيديو بتاعنا يوصل لايكبر قدر من الناس وعلشان الكل يستفيد باذن الله اقول للرمز دي لما تشوف الفتاة في منامه ان هي يعني بتركب في سيارة مع شخص بتحبه في الواقع ده بيدل على زواجهم في القريب العاجل باذن ربنا عز وجل واجب عليهم ان هم يقربوا ربنا عز وجل بالدعاء والاستغفار والصلاة على النبي علشان ربنا يحق لهم اي شيء هما بيتمنون الفتاة اللي تشوف جواز السفر او ان هي بتسافر لبلد في المنام بلد ربما يعني خارج البلد اللي هي بتقيم فيها ده بيدل على زواجها ممن تحب باذن ربنا عز وجل ايضا لما يشوف الشاب الاعزب او البنت العزباء الغير متزوجة ان هم دخلوا بيت جديد مع بعض او يعني انتقلوا لمنزل جديد مع بعض يعرفوا ان ان شاء الله في زواج قريب ليهم في القريب العاجل باذن ربنا عز وجل التابوت في الحلم ده طبعا من اهم علامات الزواج وبيدل على الانتقال من مرحلة لمرحلة اخرى باذن ربنا عز وجل اللي هي يعني يعطى من مرحلة العزبية الى مرحلة الزواج باذن ربنا عز وجل الفتاة اللي شوف يعني شوف المنام نفسها ان هي بتاخد مفاتيح في المنام من شخص محدد او معين دي بشارة لها ايضا باذن ربنا عز وجل بالزواج من هذا الشخص ايضا البنت العزبية اللي شوف في المنام ان هي بتاخد هدية من شخص معين ايا كانت الهدية دي سواء خبز سواء كانت خاتم سواء كانت دهب او نقود ورقية تعرف ان ان شاء الله في زواج لها اه في القريب العاجل وجزلك الامر بالنسبة للشاب الاعزب يعرف ان ان شاء الله في اقترب زواج من الشخص اللي هو بيتمنى او شخص محدد باذن ربنا عز وجل احباء في الله اي ربنا بشركم بكل خير ما تنشوش تكتبون احلامكم اسفل الفيديو علشان اه نقدر نفيد بها احنا استانية وللقاء في داخل السلام عليكم ورحمة الله